السلام عليكم ستة نادية سأعلي يا ستة كاليني ساني السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اسمعيني يا أمي من التلفون وطي التلفزيون لو تكرمتي ماشي يلا ستة كل وطي التلفزيون خالص يا نورة بقول ايه يا شيخ دلوقتي أخت جوزي توفت مرض كورونا رحمها الله ورحمتها الواسعة وهي ما كانتش متجوزة ولا عندها أولاد طيب ودلوقتي أختها معاها ثلاثة بنات طيب وانا جوزي الله يرحمه معاها ولد وبنت طيب فدلوقتي أختها أخذت كل المراز بتاعتها واخذت فلوسها واخذت ذهابها وكمان كتبوها قبل ما تموت مرازها في البيت طيب فاحنا دلوقتي موقفنا ايه طيب يعني احنا نعمل ايه ولا جزائهم عند ربنا ايه هي كتبت ومضت اه وهي عايشة نصبها في البيت خلاص لولاد اختها خلاص طيب بالنسبة للفلوس والدهب اللي هي السعيبات طيب خلاص نعمل ايه في الفلوس والدهب حاضر حاضر هنيئا لهم ما اخذوا وهنيئا لهم ما كنزوا وهنيئا لهم ما جمعوا لكن ابن آدم بيصاب بمصيبتين عظيمتين حين يموت انه يطرق ماله كله وانه يسأل عن ماله كله اختنا اللي خدت الميراس واكلت الميراس زورا وبهتانا وباطلة بقولك انت كلت حرام واكلت ايالك حرام وده كله من السهل فما بالي كنت منعتي وحرمتي وارث من ارثي واللي حرم وارث من ارثي سيحرمه الله من نصيبه في الجنة فعلشان كده لو حضرتك بقي على لقاء ربنا تجعي الحقوق لان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا اينعت نعت وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات المال لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الكفن ملوش قيوب ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فين المال فين الجاء فين السلطة فين المنصب انت بين يدي الله وحيد تسأل عن كل ما قدمت فاعد للسؤال جوابه وتخلص من حقوق العباد قبل ان لا يكون هناك درهم ولا دينار